طيب خلينا نروح سريعا طبعا لشكر وجهته ادارة النادي الاهلي النهاردة لاتحاد الكرة على المجهودات اللي قام بيها اللجنة المسؤولة عن ادارة الاتحاد الاهلي بيشكر اتحاد الكرة لحل ازم التعارض منذيال الاندية مع كاس العالم النهاردة ادارة النادي الاهلي ارسالت خطاب الاتحاد الكرة بتؤكد فيه على تقديرها للجاهد الكبير اللي بدل المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد للقيام بالترتيب لتحضيراته الفنية والبدنية على منح الفرصة نادي الاهلي للمشاركة في بطولة كاس العالم للاندية وعشار النادي الاهلي في خطابه ان ادارة النادي بتثق تماما في تصريحات المهندس احمد مجاهد وقامت بابلاغ الجهاز الفني لفريق الكرة للقيام بالترتيب لكل التحضيرات الفنية والبدنية للمشاركة في كاس العالم للاندية اخدم في الاعتبار ان الفريق سوف يخد هذه البطولة ومعه كل لعبيح على حسب طبعا التصريحات سيد احمد مجاهد وبمن فيه طبعا اللاعبون الدوليون المنضمون لمنتخب مصر وهو الامر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في كاس العالم للاندية طبعا جهد مشكور من الاتحاد وده الدور اللي انا قلت كنا متوقعينه ان الاتحاد الكرة المصري يدفع عن حق الاندية المصرية ومش شايف ايه تعارض الحقيقة يعني الناس اللي بتحاول بتدخل الامر في اطار المقارنة مقارنة غير جايزة على الاطلاق يعني مش مفهومة ومش منطقية انك انت تحط المنتخب في خانة والنادي الاهلي في خانة التضارب ده عمره ما حصل على مدار التاريخ بل انه الاهلي في اوقات كتير جدا فضل مصلحة المنتخب الوطني على مصلحته كنادي بنفس على بطولات واستغنى في اوقات كتير جدا عن لعبين كان في امس الحاجة ليهم عشان يشاركوا مع منتخبات الوطنية لكن النقطة هنا انه مش من المنطقي ومش من العدالة ومش من مبدأ تكافؤ الفرص انه يتحرم جمهور مصر في المقام الاول والاخير ويضحي باتنين بيمثله الدولة المصرية منتخب وطني هو الممثل الاول للكرة المصرية والنادي الاهلي بصفته ممثل للكرة المصرية في حدث عالمي يتمنى اي نادي مصري انه هو يوصله ويلعب ويشارك في كاس العالم وكان هنا الفكرة في حق مطالبة قدرت النادي الاهلي بالحفاظ عليه والدفاع عنه هو حق قصيل مش من حقك كالتحاد دولي او كالتحاد افريقي انك انت تحرمني على انجازي وعلى قدرتي في اثبات جدرتي بالتفوق داخل القرى السمراء وتحقيق بطولة لقب دولي الابطال انك تحرمني من افضل لعابتي اللي بتشارك مع منتخبات مصر وتونس والمغرب ومالي في العرص الافريقي وانا رايح لمحفل مهم جدا بمثل فيه برضو مصر وافريقيا ومن هنا طبعا كل الشكر لاتحاد الكرة المصري على مجهوداته وعلى الحل اللي اعلن عنه طبعا السيد احمد مجاهد فيما يتعلق بازمة تعارض المواعيد ترجمة نانسي قنقر